بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولة واغفر جنايتنا وسترك أولنا واجعل جميع صنيعنا مقبولا يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعادي اللهم أمين يا رب العالمين أما بعد فأهلا وسهلا بحضراتكم معنا ومع مقصد جديد من مقاصد الله جل وعلا في الآيات القرآنية يقول سبحانه وعاشروهن بالمعروف هذه الآية لكل زوج يقدم أو يقدم على الزواج اتق الله في زوجتك فإنكم أخذتموهن بكلمات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله جل وعلا الله جل وعلا يأمرنا في القرآن الكريم بحسن العشرة إلى أزواجنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا من خلال معاملاته مع زوجاته كان صلى الله عليه وسلم يحسن العشرة لأمهات المؤمنين فهذه سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي يستشيرها في كل أموره لما نزل عليه الوحي وجاء يرجف فؤاده فجاء إلى سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقال زملوني زملوني فقالت رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق من كانت فيه هذه الخصال لا يخزيه الله أبدا لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليك يا رسول الله قال عائشة قالوا ومن الرجال قال أبوها رضي الله عن سيدتنا عائشة ورضي الله عن سيدنا أبي بكر الصديق حبيبنا الشفيع لما جاءت إليه السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرح بمقدم السيدة هالة بنت خويلد ويقول اللهم هالة كانت تأتين في زمان خديجة فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله لازلت تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشتقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها فإذ بالحبيب الشفيع الوفي يقول والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني حين كذبني الناس ووستني بمالها حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد كان صلى الله عليه وسلم يحسن عشرة زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جمعاوات لله أزواجه لا إشرفن به ونلن ما لم تنى الأنثى من العظم وقد منعن نكاحا الغير تكرمة لقدرهن وقدر السيد الفخم صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بعض الأزواج الآن يتطاول بلسانه أو يتطاول بيده على زوجاته ويقول أن الله قال في القرآن واضربوهن لا ليس هذا هو الضرب المراد إنما كان صلى الله عليه وسلم يقصد بالضرب الضرب غير المبرح حتى إن العلماء قالوا بالسواك يعني إشارة إلى التأديب إشارة إلى التهذيب إنما الإنسان لا يسب زوجاته ولا يضربها لأن هذا ليس من شيء من رجال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وسدن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الزوج الذي يتذوق ويطلق ويسيء معاملة الزوجة يقول لعن الله قل لذواق مطلاق اللي يتزوج ويطلق ثم يتزوج بأخرى ملعون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا رسول الله أمرنا من البداية أن نحسن الاختيار قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها قال فاضفر بذات الدين تربت يدك ورضي الله عن شيخنا الإمام الخطيب إذ يقول يا طالب الحليلة عليك بالأصيلة من أمها مهذبة في قومها محببة تقول آت النار ولست آت العار لها أب يحكي الأسد مؤديا حق الصمد هكذا تكون الزوجة الصالحة من أخذ امرأة لدينها حصل الدين والمال والجمال والحسب والنسب عاشروا هن بالمعروف وأحسنوا إلى الزوجات لأنهن وصية رسول الله استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين